ظاهرة جفاف الأنهار في أوروبا، ماذا تخفي وراءها؟ وما قصة الحجارة المكتوب عليها إذا رأيتني فبكي؟ وهل هناك مجاعات ستضرب العالم في السنوات القادمة؟ وماذا نفعل نحن كمؤمنين؟ نؤمن أن الساعة أصبحت قريبة جداً حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا ولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أيها الأحبة بعد الانخفاض التاريخي لمنسوب المياه في أنهار أوروبا ماذا يحدث اليوم؟ إنها ظاهرة جفاف تضرب هذه القارة وتضرب بعض مناطق العالم النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن جفاف بعض الأنهار والبحيرات دليل على اقتراب الساعة مثل انحسار الفرات ربطه النبي عليه الصلاة والسلام بعلامات الساعة الصغرى وكذلك بحيرة طبرية مثلاً جفاف هذه البحيرة أيضاً من علامات الساعة طيب ما الذي يحدث اليوم في العالم؟ لماذا يتغير المناخ بسرعة؟ لماذا نجد هذه الحرائق في بعض مناطق أوروبا وبعض مناطق الوطن العربي أيضاً وفي مناطق كثيرة لم نكن نعهدها؟ لماذا نجد سيول وأمطار غزيرة جداً في مناطق مثل منطقة الربع الخالي مثل الجزيرة العربية مثلاً بينما نجد مناطق في أوروبا تجف الآن طيب إذن هناك تغيرات جذرية تحدث حالياً في القرن الـ 21 قد تكون دليلاً على اقتراب الساعة أيها الأحبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال بعثت أنا والساعتك هاتين وأشار بإصبعيه صلى الله عليه وسلم طيب ما هو الهدف من هذا الحديث؟ الهدف أن يخبرنا بأن لا نطمئن أن الحياة ستكون طويلة جداً وأن الساعة لن تحدث إلا بعد ألاف السنين أو أن القيامة لن تقوم في هذا العصر مثلاً لا يا أخي الحبيب الساعة لا تأتي إلا بغتا وقد جاء أشراطها نحن نرى الآن الكثير الكثير من العلامات التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في أوروبا مثلاً هذه الأنهار التي تغذي الزروع والنباتات والغابات هناك وهي عصب الحياة لديهم الماء هو عصب الحياة أيها الأحبة في كل مكان وهو المسؤول عن ازدهار أي حضارة حتى إن الدراسة لوكالة ناسا تقول إن انهيار الحضارات مرتبط بالجفاف جفاف الأنهار والمياه أي حضارة تزدهر بسبب الماء وتنهار وتختفي بسبب الجفاف اختفاء الماء لذلك الله سبحانه وتعالى ربط بين الحياة وبين الماء عندما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي قبل أكثر من خمسمائة سنة أيها الأحبة ضربت موجة جفاف مناطق في أوروبا ففي نهر إلبا مثلاً بألمانيا نزل مستوى الماء إلى مستوى منخفض جداً وظهرت بعض الصخور والحجارة فكتب الناس عليها في ذلك الوقت كتبوا عبارات تعبر أن الجفاف إذا ظهر هذا الحجر يجب أن تبكي لأن موجة الجفاف بدأت وهذا يعني أن موجة من الجوع والعطش والانهيار الاقتصادي ستحدث فكتبوا هذه العبارة إذا رأيتني فابكي يعني إذا نزل مستوى الماء إلى هذا المستوى المنخفض وظهر هذا الحجر مرة أخرى فعليك أن تبدأ بالبكاء طبعاً هو كلام فارغ يعني المفروض الإنسان لا يبكي في مثل هذا الأمر يعني عندما تحدث الكارثة أنا كمؤمن لا أجلس وأبكي يجب أن أعمل وألتج إلى الله أتخذ احتياطات إلى آخره أقوم بعمل ما يعني إنما هذه العبارة كتبت لتبين قبل خمسمائة سنة حالة الجفاف والعطش والجوع والفقر التي عاشتها أوروبا في فترة من الفترات وطبعاً هناك موجات يسميها العلماء موجات من الجفاف تضرب ولكن هذه المرة يقولون الجفاف الأسوأ في تاريخ أوروبا أسوأ مما حدث قبل خمسمائة سنة لماذا أيها الأحبة؟ لأننا اليوم نعيش عصر التلوث التلوث رفع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة الأخرى مثل أكسيد الرصاص وغاز الكابريت وكذا أصبحت نسبة هذه الغازات في الجو مرتفعة جداً يعني قبل عشرة ألاف سنة لم يحدث مثل هذا التلوث الخطير السبب هو ما يشهده العالم من صناعات ومشاريع عملاقة وتلوث بسبب وسائل النقل بسبب الحروب بسبب التجارب النووية إلى آخره يعني كل هذا يحدث تلوث كبير في تركيبة الغلاف الجوي وبالتالي بدأت تظهر الأعاصير تحدثنا عن إعصار النار الذي ضرب كاليفورنيا قبل أيام حرائق تحصد آلاف الأرواح في فرنسا وأوروبا بشكل عام وفي البرتغال وإسبانيا وقريباً في الجزائر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عننا كل شر وعن العالم الإسلامي كاملاً وعن العالم طبعاً ولكن هذه مشيئة الله أيها الأحبة الساعة أخي الحبيب قيام الساعة يسبقه تغيرات متسارعة يعني اليوم هذا التطور العلمي وظاهرة القتل التي كثرت وأنبأنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ويكثر القتل وفي رواية أخرى ويكثر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله قال القتل فلا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتل فيما قتل إذن أخي الحبيب المؤمن لا يطمئن المؤمن يحذر الآخرة المؤمن في حالة حذر يومي يعني دعني أعطيك هذه الآية الكريمة استفد منها وأحفظها أنا بالنسبة لي كل يوم هذه الآية لا أستغني عنها أفكر فيها كل يوم أكررها وبخاصة في الليل الله تعالى ماذا يقول في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل القنوط يعني الخشوة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والخوف من عذاب الله أمن هو قانت آناء الليل أي أطراف وأجزاء أوقات كثيرة من الليل ماذا يفعل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماذا أيضا بماذا يفكر دماغك بماذا يجب أن يفكر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب العقول الله عز وجل هنا يمدح ذوي الألباب ذوي العقول سماهم الذين يعلمون فالإنسان الذي يعلم يحذر بينما الإنسان الغافل يكون ضحية أو لا يستطيع أن يستمر في هذه الحياة تماما سأعطيكم مثال إنسان استعدى لحرب معينة ستحدث وأخذ كل احتياطاته هل هذا يستوي مع شخص غافل لا يأبى وجد نفسه فجأة في قلب الحرب أو في قلب العاصفة إنسان ذهب في رحلة عبر الصحراء جهز الماء وجهز وسيلة النقل وجهز كل شيء والطعام وكذا وإنسان آخر لم يجهز شيء الذي لم يجهز لا يعلم مخاطر الطريق بينما هذا الذي جهز نفسه ويعلم مخاطر الطريق طيب هل هذا يستوي مع هذا لا فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الإنسان لا يستوي مع إنسان غافل لذلك أحبتي في الله يعني التفكير بيوم القيامة يجب كل يوم أن نفكر يجب كل يوم أن نحذر الآخرة وهذا أمر إلهي أمر الله يعلمنا كيف ننضي ليالينا ليس على اللهو والعبث لا هي عملية حذر كل يوم يمكن أن تموت في كل لحظة أنت معرض للموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إذن أنا الآن كمؤمن يجب في كل يوم أن أستعد لقيام الساعة وللآخرة وللموت هذا التفكير يجعلني مرتاح جدا لأن همومة دنيا تتضاءل وتتصاغر أمامي وتتلاشى لا شيء بما أنك أنت تقبلت فكرة أنك ستكون في الآخرة إن شاء الله من الفائزين وأنت تعمل من أجل الآخرة فلن تهتم بموضوع الدنيا لأنك تعلم أنها ساعة فقط ستمضيها وتذهب قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إذن آيات القرآن كلها تذم الدنيا وتمدح الآخرة لا توجد آية تمدح الدنيا في القرآن كله الدنيا تكررت أخي الحبيب 115 مرة في القرآن والآخرة تكررت 115 مرة نفس العدد كأن الله يريد أن يقول لك هذا التوازن العددي دليل على أنك أيها الإنسان يجب أن لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة أو الآخرة تطغى على الدنيا فأنت يجب أن تقوم بعملية التوازن أن تستغل هذه الدنيا وتعمل فيها من أجل أن تكون في الآخرة من الفائزين حتى يتبين لهم أنه الحق